السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوصمدي هذا النهار شاعل الله نتكلموا على موضوع غالبي دي الكومنتر كيفية تجميع الفضلات دي الأرانيب دان شحام واحد كي نعاني من عناء كيفاش نجمع الفضلات دي الأرانيب ولو أن الناس عندهم أقفاص يعني هوا القفاص كاين ولكن كيفاش غادي الفضلات غادي تطيح يعني والفزق ديالهم عزكم الله يعني الفزق ديالهم البود ديالهم عزكم الله يعني كيفاش غادي نجمعوه وغادي بدون عناء يعني ماشي نبقوا كل نهار نصيقوا عليهم مثلا وتذيك الريحة مثلا إلا كانت إحنا نقولوا مثلا عندك واحد أقفاص فوق السطح ولا بشي محل هكا سمو كيوقع أن المربي كيتفاجأ أن الرائحة بدأت كتعطيه يعني ما يمكنش تحييدها من الأرض يعني إذا مشت تحت طاحت في الأرض تصافي كتولي الرائحة كريهة في ذاك المكان تسمو الفكرة يعني البطال الرخيصة اللي غادي نديرو وهي أننا نستعملو الميكة العادية هنتم هاد الميكة هادي تخيلو جوج متر يعني هي كتكون ضوبلة هنتم هي كتكون غليضة فيها الألوان ماشي مشكل لون الأزرق ولا الأسواد ولا أبيض ماشي مشكل هاد الميكة هادي يعني جوج متر جوج متر كاري كتدير عشرة دراهم وهذا جوج متر كاري كتكون ضوبلة يعني هاد القفص كله مثلا استعملت فيها عشرة دراهم عشرة دراهم رأى تغذيت هي مشي شي قيمة كبيرة بزاف ولكن حتى غذيت تستعملو هاد عشرة دراهم عند غتعرفوا القيمة دي هاد الميكة هادي عشنو هاد كيفاش الطارق كين جوج طارق اللي تجميع الفاض هالهات كين إلا كان بغيتوا تخدموها الطريقة هادي إلا كان عندكم قفص كبير حال هاد الشكل فيه فيه الولادات وفيه وفيه الفيطان بسمو كتديرو كتتخدو يعني القنات ديال القفص وكتربطوهم عادي وكتخلو الميكام ديالية حال هاله الطارق هادي تخلو الميكام ديالية وسمو كتديرو كتديرو ثقب في الوسط انتو ما كما كتشوكم معايا أراه قين واحد ثقب هوا قاعد كل شي الفاضالات كلها كتجمع انتو ما كتجمع كتجمع فيه كتجمع كتجمع بانيو واحد انتو ما واحد وهد بانيو ماشي مضرر انه يكون بانيو يعني بحال هاله الطارق هادي يمكن تكون بانيو مدوار ولا انا غي هذا جانيم تسع وساهل في الهزة سافي انتو كما كتلاحظوا الفاضالات ديالهم كلها كتجمع هنايا بما فيها الفيزيك ديالهم لما ديالهم والفاضالات حتى هي كينا طريقة اخرى الناس اللي عندهم القفص هدا بحالي قفص كبير وقفص نقوله مربع على شكل مربع اما بحال هاد القفص هادا انتو ما هادا مستطيل انتو ما كما كتشوفو رها مستطيل ممكن انه تنوي نديرو فيه نفس الطريقة ولكن هالطريقة ديال الربطو الميكا يعني ونخليو نخليو هنايا البانيو اللي هادرو عليه نخليو الميكا يعني نربطوها بشكل مائل انتو ما كما كتشوفو معايا رها غادية بشكل مائل انتو ما سمو كتلاحظو ان القنات مربوطين لهي ولكن الميكا ما حدها جاية وهي كتهود انتو ما وفالاخر ديال القادوس هادا ماشي شي حاجة غي الميكا إذا كان البرد كانت تسقطت مائل هادا وهاكا ممكن ان هاداك الفاضلات يطلحو من نومن هادا بماذا بماذا تتسقالة يعني غي باش كتتسقل باش هاداك الفاضلات كلهم وفنص الوقس انا كان نخدم بها مثلا كان هزها هادا والفاضلات اللي مجموعة ممكن ما كتشوفو معايا نطيحها بها الطريقة هذي اتنكرد بها صوفي وهي يعني تكرده كنوا متأكدين انها الطريقة هذي يعني اه يعني فعالة جد فعالة لان لاحظوا معايا الارضية كباش ديرا هيا الارضية نقية ما فيهاش ولا وسخة واحدة ما تقول ما كيناش هانتو ما هانتو ما الجهات اخرى ممكنش تلقوا شي فضارة طايحة او شي شي من فزق ديالهم اللي غادي يعطي يديلكم واحدة الريحة في المكان وناهيك على الغاز الامونيا الغاز الامونيا سبق لي تتكلم تعليفه في مواضيع اخرى غاز الامونيا كي تسبب في العامة ديال الانانيب يعني كي هو عندو جوج اضرار كين ضرر المباشر وغير مباشر كين الضرر المباشر انو كي تسبب في العامة ديال الانانيب يعني كي تأثرهم على العين ديالهم والسبب غير مباشر وهو انو كي يأثر حتى على كي تكون واحد الفطريات ممكن انها تولي جارب الناس اللي كي يعانيوا من الجارب ماشي جارب ديال الشعر وانما الجارب ديال تصمغ الادون راه هاداك الغاز الامونيا يعني هبها هاداك الفطريات ممكن انه انهم يتصابون تصموا الادون كتلقوا واحد القشور كينين في يعني في الادون ديال الارانيب اذا الطريقة سهلة عشر الدرام ممكن انها يعني تضرب لكم هاداك الجوج اقفاص يعني طريقة مشي شي حاجة ممكن انكم تربطو به هاد طريقة اي طريقة انتم ما بغيتو هادا الكتانة ولا كوردة ممكن تربطو بها ربع عادي للقناة وديرو تقب عادي في الواسط اما مربع اما مدور مهم تقب عادي بغيتو الفضالات يعني ما تبقاش لاسقا به هاد طريقة هادي يعني انا يعني كتبقى لاسقا لان مع المدة ممكن انه يكون شي فصا ولا شي خش كيطيح وكي يحوز هاداك الفضالات انها تهود ممكن انكم تبقى واحد شوية دي الماء الله هاد جس делают الفضالات الهيه الهيه يعني ربع عادي للقناة وداك الماء كونه كي هود كي هود بواحد طريقة انتم ما غدين نوريكم جاعة تطبيقيا ممتو بحل الفضالات راهات الماء انتم ما هادين نوريكم هاداك كيفية تصمر هؤلاء ها انتبع ها انتبع ها انتبع بالطريقة ان الطريقة سهلة بهذا الميكة ممكن انكم تدروا واحد الحاجة اللي مفيدة الانيب بزاف الناس اللي اللي قلموني لهذا الفيديو لبيت لهم الرغبة ديالهم يعني كيفاش طريقة باش كتتجمع الفضلات ديال الانيب كنشكركم بزاف على التعليق طيبة ديالكم الناس اللي مازل ما شاركوش معانا يشاركوا معانا قناة غادي بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم تكيو على زر جام باش تساندوني وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله